اشتركوا في القناة في الآيات التي تتعلق ببيان أسباب الرزق أسباب الرزق لدى كثير من الناس هي العمل والشغل والسير في الأرض وفي التجارة وفي الصنعة وفي المهنة لكن القرآن يدلنا على أبواب أكثر رحابة وأوسع أبوابه وهي ما تحدث عنها القرآن في كثير من الآيات وأخذت مساحة كبيرة على امتداد الآيات القرآنية على سبيل المثال التقوى من أسباب الرزق لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه واحدة سبب آخر من أسباب الرزق التوكل يقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني هو يكفيه ثم النفقة عندما ينفق الإنسان من ماله ويعطي غيره من المحتاجين هذه النفقة من أسباب الرزق والله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيجعل إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسر سيجعل الله بعد عسر يسر ثم من أسباب الرزق الصلاة الصلاة نفسها من أسباب الرزق بعض الناس يقول وماذا تفعل لي الصلاة الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أي نحن نرزقك بالصلاة فإلى الصلاة يا عباد الله ثم الاستغفار الاستغفار نقول أستغفر الله أستغفر الله تطلب من الله أن يسترك أن يغفر ذنبك أن يستر عيبك فعندما نستغفر باليقين والتوجه إلى الله الله سبحانه وتعالى وعدنا بالرزق فقال الله تعالى على لسان سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ماذا يحدث بعد ذلك؟ يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا وعد الله فيما يتعلق بالاستغفار ثم الحج والعمرة من أسباب الرزق الإنسان يذهب للحج يدفع آلاف مؤلفة يذهب للعمرة أيضا يدفع المئات والله سبحانه وتعالى وعدنا بسبب الحج والعمرة أن نجد ساعة في الرزق يقول النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ثم الزواج أيضا من أسباب الرزق الزواج من أسباب الرزق الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام يعني غير المتزوجين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم يكون الزوجان فقيرين لكن بعد الزواج الله سبحانه وتعالى يسر لهما ويفتح عليهما وهو الفتاح العليم وأنكحوا الأيام منكم أعيد الآية مرة ثانية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ثم أقول أخيرا طلب العلم طلب العلم من أسباب الرزق بحسب الظاهر نحن ندفع لأبنائنا الأقصاط والمصروفات وتكاليف الدراسة على يعني كثرتها لكن المولى سبحانه وتعالى وعدنا عندما يكون هذا التعلم لوجه الله عندما يكون التعليم لوجه الله وعدنا الله تعالى بالرزق الحلال فقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلين أخوين كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما كان دائم الحضور في مسجد النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحضر الدروس ويحضر العلم والتعلم ويستقبل الوفود ويقوم على خدمة الحركة الدعوية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أي تكليف للدين هو مستعد أما أخوه فقد كان يحترف يحترف يعني كانت له حرفة فشكى الذي يحترفه أخاه قال يا رسول الله أخي دائما يعني هو موجود في المسجد ويقتصر عمله على أعمال الدين فشكى هذا الذي يحترف شكى أخاه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به يعني بسبب هذا الأخ الذي أنت تنفق عليه لعل الله يرزقك ويسهل لك فإذا كان لنا أبناء أو بنات يدرسون في الجامعات دعونا نعلمهم الإخلاص في طلب العلم والله يرزق الجميع جزاكم الله خير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته